بسم الله الرحمن الرحيم يسرُّ الإدارة العامة للتوجين والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلِّف رحمه الله تعالى كتابُ النكاح بابٌ في إطيان الحائض حدَّثنا محمد بن العلاء ومسدَّد قال أخبرنا حفص عن الشيباني عن عبد الله بن شداد رحمهم الله عن خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يُباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يُباشرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيِّد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في سياق ما تقدم من بيان تكريم الإسلام للمرأة والقضاء على الأوضاع الجاهلية التي كانت سائدة والتي كانت تعززها بعض الديانات الباطلة كالديانة اليهودية المحرفة الذين كان أهلها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا حاضت فيهم المرأة أخرجوها من البيت الذي هم فيه فلا يآكلونها ولا يساكنونها ولا يشاربونها حتى تطهر من حيضتها وهذا اعتقاد باطل منهم أنها نجسة فجاء الإسلام وبين أن المرأة لا تنجس فهي مخلوق مكرم كرمه الله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره ولقد كرمنا بني آدم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بفعله أن هذا الاعتقاد باطل لا يصح وإنما هو من أهوائهم الباطلة التي زيّنوها وبدأوا ينشرونها في من حولهم من أهل الشرك ومما اللذين لهم وقد مر معنا فيما تقدّم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام معها في شعار واحد يعني في لحاف واحد يلي أجسادهما وأجسادهما متقاربة وهما في هذا اللحاف الواحد ليس عليها شيء فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء إذا أصاب بدنه شيء من دم حيض أم المؤمنين غسله وإذا أصاب بعض ثيابه غسله ولم يعد ذلك يعني لم يغسل الثوب كله ولم يقص موضع الإصابة بل كان يغسله في مكانه وهذا دليل على ماذا دليل على طهارة بدن الحائض دليل على طهارة بدن الحائض وهذا الحديث حديث أم المؤمنين جويري ميمونة رضي الله تعالى عنها بنت الحارث دليل يؤكد هذا أيضا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول إذا أراد أن يباشر إحدى نسائه يعني أن يقترب منها أن يستمتع بها أن يتألفها أن يأنس بها وتأنس به كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها يعني أن تضع شيئا على مخرج الدم حتى لا تتلوث الثياب ويتلوث البدن ثم يباشرها يعني يلاسقها وينام معها النبي عليه الصلاة والسلام أو يقترب منها وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستمتاع بالحائض يجوز في كل شيء إلا في الوطن كما مر معنا في الحديث المتقدم اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطن بيستطيع الزوج أن يستمتع حلالا بزوجه وأن تستمتع المرأة بزوجها في كل البدن ما عدا موضع الأذى موضع الحيض هذا نعم باب في كفارة من أتى حائضا حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة عن شعبة غيره عن سعيد حدثني الحكم حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن شعبة غيره حدثنا عن سعيد حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار وحدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن الجزري عن مقسم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أصابها في الدم فدينار وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار نعم هذا هذان الحديثان في بيان كفارة الوطء في الحيض تقدم معنا كما ذكرنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام للرجل أن يطأ امرأته حال الحيض لكن لو حصل من الرجل هذا الفعل فقد فعل فعلا حراما يعني هذا الأمر حرام لا يظن أحد أنه حلال حتى يقول أنا أفعل وأكفر لا هو حرام الإقدام عليه حرام يأثم فاعله لكن إذا حصل من هذا الإنسان عمدا أو جهلا أو نحو ذلك فإن فيه الكفارة في هذا الفعل في الوطء حال الحيض الكفارة والكفارة بيّنها هذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث مقسم بأن فيها دينار فيه دينار أو نصفه يعني يكفر بالتصدق بدينار أو بنصف دينار وهذا من الذهب والدينار قرابة ستة وثمانين جراما من الذهب الخالص هذا الدينار قال بدينار أو نصفه ولماذا هذا التخيير ربما يكون المقصود من هذا التخيير من كان واجدا من كان مستطيعا للدينار فليتصدق بدينار ومن لم يكن مستطيعا فليتصدق بنصف دينار ولكن الحديث الثاني وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء فيه تفسير لهذا التخيير بدينار أو بنصفه قال الدينار عندما يطأها حال الحيض يعني والدم لا يزال جاريا من قطع الدم ونصف الدينار عندما ينقطع الدم قبل الاغتسال قبل أن تغتسل المرأة في هذه الحال لا يجوز الوطن حرام حتى تغتسل لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله عندنا هنا لفظان يطهرن ويتطهرن وقوله يتطهرن فيها زيادة في المبنى والزيادة في المبنى كما يقول العلماء تقتضي زيادة في المعنى ما هي الزيادة في المعنى هنا الزيادة في المعنى اغتسالها وتطهرها وإلا فانقطاع الدم حاصل في الحالين لكن ما هي الزيادة التي في الحال الثاني التي أوجبت زيادة في اللفظ فإذا تطهرن يعني فإذا انقطع الدم واغتسلن واغتسلن أما قبل الاغتسال فالوطء حرام وابن عباس يفسر هذا الأمر يقول إذا كان الوطء حال الحيض ففيه دينار وإذا كان حال انقطاع الدم وقبل الاغتسال ففيه نصف دينار وهذا الأمر الذي يروى عن ابن عباس لم يرفعه ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال ابن عباس قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وطئها في الحيض ففيه دينار وإذا وطئها بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ففيه نصف دينار ما قال هذا فهو حديث موقوف موقوف على ابن عباس لأنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن مثل هذا الأمر مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه لا محمل له إلا التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقول ابن عباس ولا غيره من علماء الصحابة قولا ينسبونه إلى دين الله وهو غير ثابت لأنه يعتبر حينئذ زيادة في دين الله فمثل هذا الأمر محمله الرفع أنه متلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم ذلك من الحال التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا وطئها حال الحيض الزوج إذا وطئ المرأة حال الحيض ففيه دينار وإذا وطئها بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ففيه نصف دينار نصف دينار قد يقول قائل ما حكم من تكرر منه هذا الفعل عمدا أو جهلا حصلت منه هذه المسألة كثيرا قبل أن يكفر قبل أن يكفر هنا الشيء الذي يأسر على الإنسان إحصاؤه والتثبت منه تكفي فيه التوبة لكنه يكفر عن الفعل الأقرب يكفر عن الفعل الأقرب ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه عما مضى ويكثر من الأعمال الصالحة عملا بقول الله تبارك وتعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات نعم باب ما جاء في العزل حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن قزعة رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني العزل قال فلما يفعل أحدكم ولم يقل فلا يفعل أحدكم فإنه ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها نعم هذا الباب كما بوب له المصنف رحمه الله قال باب باب جامع أحكام النكاح يعني فيه مسائل متفرقة وقد تقدم معنا عدد من أحكام الحيض والوطء في الحيض في هذا الحديث بيان لحكم العزل والعزل معناه الوطء حتى إذا قارب الإنزال أنزل خارج الفرج أنزل خارج الفرج فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر بحضرته فسألهم فسألهم لماذا يفعلون ذلك فلم فلم يفعل أحدكم ذلك ما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تفعلوا لكن قال لم يفعل أحدكم ذلك الظاهر من هذا أن الذي يصنع ذلك لا يريد أن تحمل تحمل امرأته ولا أمته وكثيرا ما كان يصنعون كانوا يصنعون ذلك في الإماء حتى لا تحمل الأمة لأنها إذا لم تحمل يمكن بيعها يمكن هبتها لكن إذا حملت أصبحت أم ولد لا يمكن بيعها بعد ذلك فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن سبب فعلهم هذا لماذا يفعلون إذا كان هذا الفعل خشية أن تحمل المرأة فإن الله إن هذا لا يرد قدر الله سبحانه وتعالى إذا كان الله سبحانه وتعالى قد قدر أن تحمل المرأة من هذا اللقاء حتى ولو أنزل خارجا فإنها ستحمل ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقها لأن هذا من القدر الكوني هذا الأمر من القدر الكوني وهو أن الله سبحانه وتعالى قدر خلق الخلق أجمعين فإذا قدر أن فلانا سيخلق لا بد أنه سيخلق ولا تنفع الأسباب حينئذ للحيلولة بينه وبين الخلق هذا من قدر الله سبحانه وتعالى الكوني قد يقول قائل كيف تحمل المرأة والرجل قد أنزل خارجا وهذا سؤال واضح ومتجه لأن الحمل لا يكون إلا من النطفة التي تنزل في رحم المرأة فتتحد بالبويضة التي تكون هناك فيحصل الحمل بقدر الله سبحانه وتعالى لكن ربما أن بعض الحيوانات المنوية خرجت أثناء الجماع وقبل الإنزال الكامل فلا يبعد أنه قد خرج بعض من هذه الحيوانات أثناء الجماع ونزلت واستقرت في الراحم فحصل منها الحمل ولذلك يقول العلماء إذا جامع الرجل امرأته وعزل عنها فحملت لحقه الولد لحقه الولد هذا من باب ما يسمى عند العلماء إقامة المظنة مقام المئنة يعني الشيء المتوقع يقام مقام الشيء المتحقق الواقع هذه واحدة وأخرى لو أن الإنسان عقد على امرأة وخلى بها معنى خلى بها يعني كان هو وإياها في مكان خاص لا يراهما أحد من البشر ويستطيع يستطيع أن يدخل بها ليس هناك ما يمنعه من الدخول بها ومضت مدة يمكن في مثلها الدخول ثم خرج وطلقها فإن لها المهر كاملا هنا ما نسأله هل دخل بها أو لم يدخل بها لكن هذه المسألة يعني الظاهر فيها يقام مقام الشيء الواقع المتحقق فهنا إذا جامع الرجل امرأته وأنزل خارجا عزل فجاءت بولد فإن الولد يلحقه نعم حدثنا موسى بن اسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا يحيا أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة رحمهم الله حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى قال كذبت يهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه نعم هذا تأكيد حديث رفاعة هذا تأكيد للحديث المتقدم أن العزل هذا لا يحول دون أقدار الله سبحانه وتعالى في خلق نفس أراد الله سبحانه وتعالى أن تخلق لكن الحديث فيه دلالة على أن العزل مباح ليس بمحرم على أن العزل مباح وليس بمحرم والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عنده في مجلسه أن اليهود يقولون أن العزل هو الموؤودة الصغرى والوأد في دين الله حرام فهم يقولون أن العزل هو الموؤودة الصغرى يعني أنه حرام فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كذبت يهود ومع ذلك يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن العزل لا يحول بين خلق دون خلق الله سبحانه وتعالى لمن أراد خلق حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرز رحمهم الله قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بن المصطلق فأصبنا سبايا من سبايا العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزوبة وأحببنا وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نفس كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة نعم هذا تأكيد لما تقدم الحديث هذا يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد تقدم ذكره في الحديث الذي قبله وهذا الراوي جاء إلى أبي سعيد في المسجد جاء إليه لعلمه أن أبا سعيد يروي هذا الحديث وكان هذا من عادة من يهتم بمعرفة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يهتم لمعرفة أحكام الشريعة كانوا يأتون لأهل العلم وأهل الرواية من الصحابة فيسألونهم فجاء إليه فسأله عن العزل فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني المستلق وهذه الغزوة هي الغزوة التي أسرت فيها أو سبيت فيها أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المستلقية التي تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أعطاها فداءها واعتقها وتزوج بها تزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء حي من العرب بن المستلق وقد أغار عليهم المسلمون فسبوا نساءهم فوكانوا شباباً كان كثير منهم شباباً والشاب شهوتهم متقدة فأحبوا أن يستمتعوا وخشوا أن يؤثر ذلك على موضوع الفدية لأن أهالي أولئك النسوة سيسعون في الغالب إلى فدائهن ومن وقعت في سهمه سبيا قد يحتاج إلى بيعها فإذا كانت قد حملت لا يمكن له أن يبيعها فوجدوا أن أقرب شيء إلى تحقيق مرادهم في الاستمتاع وعدم الحمل أنهم يعزلون فصنعوا ذلك ورفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ما عليكم ألا تفعلوا ما من نفس مخلوق إلا الله خالقها يعني حتى لو لم تعزل سواء عزلت أو لم تعزل إذا قدر الله سبحانه وتعالى من هذا الاتصال حمل فسيحصل الحمل شئت أم أبيت وهذا يؤكد أيضا ما تقدم من أن العزل مباح وليس بمحرم كما تقول اليهود باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله حدثنا مسدد أخبرنا بشر حدثنا الجريري حاء وحدثنا مؤمل أخبرنا إسماعيل حاء وحدثنا موسى أخبرنا حماد كلهم عن الجريري عن أبي نظرة حدثني شيخ من طفاوة رحمهم الله قال تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوى ما على ضيف منه فبينما أنا عنده يوم وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح حتى إذا نفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فرفعته إليه فقال ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى قال بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد فقال من أحس الفتى الدوسي ثلاث مرات فقال رجل يا رسول الله هو ذا يوعك في جانب المسجد فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء أو صفان من نساء وصف من رجال فقال إن إن نسان الشيطان شيئا من صلاته فليسبح القوم وليصفق وليصفق النساء قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا حتى فقام فقام مجالسكم فقال مجالسكم 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 فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى ها هنا ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ثم اتفقوا ثم أقبل على الرجال قال هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله فقالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فأقبل على النساء فقال هل من كنا من تحدث فسكتنا فجئت فجثت فتاة قال مؤمل في حديثه فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها فقالت يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال هل تدرون ما مثل ذلك فقال إنما مثل ذلك مثل شيطان لقي مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه ألا إن ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه قال أبو داود ومن هاهنا حفظته عن مؤمل وموسى ألا لا يقضين رجل لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد وهو في حديث مسدد ولكن لم وهو في حديث مسدد ولكن لم أتقنه كما أحب وقال موسى أخبرنا حماد عن الجريري عن أبي نظرة عن الطفاوي عن أبي نظرة عن الطفاوي نعم هذا الحديث فيه أمور عديدة ولكن الذي يتعلق منه بالباب الذي ذكره المصنف هو نهي الشارع عن حديث الرجل عما يجري بينه وبين امرأته حال الاستمتاع وكذلك حديث المرأة عما يجري بينها وبين زوجها حال الاستمتاع أن لا ينقل ذلك إلى خارج المخدع وقد وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأبشع الأوصاف وصف هذا الفعل عند من يفعله بأبشع الأوصاف أتدرون ما مثل ذلك مثل ذلك مثل شيطانة لقيها شيطان والشيطان تعرفون أنه ملعون والشيطان عدو الإنسان والشيطان هو الذي أخرج آدم عليه السلام من الجنة فإذا ذكر الشيطان ذكر جماع الشر مثل ذلك مثل شيطانة لقيها شيطان على قارعة الطريق فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليهما على قارعة الطريق مكشوفة عوراتهما وقضوا حاجاتهما من بعضهما سبحان الله كيف يكون ذلك وصفا لرجل وامرأته يستمتع أحدهما بالآخر في مخدعهما لا يراهما أحد إلا الله نعم لأن الذي يتكلم ويظهر ما ستره الله سبحانه وتعالى يكون كمن فعل أمام أعين الناس وهذا الفعل قبحه النبي عليه الصلاة والسلام بوصفه بهذا الوصف المنكر الحديث يدل على تحريم هذا الأمر وإن كان المصنف ذكر أنه ما يذكر بواب له بقوله ما يذكر من كراهية لأن لماذا قال من كراهية ولم يقل من تحريم لأن هذه الأمور التي تذكر فيما يجري بين الرجل وامرأته ليست على حد واحد بعضها قد يكون من باب الكراهة أمور ما كان ينبغي أن تظهر لكن بعضها يصل إلى حد التحريم أن يصف الرجل ما يحصل منه عند وقاء امرأته أو أن تصف المرأة لغيرها ما يحصل عند وقاء زوجها لها لأن هذا قد يكون مدعاة للشر والفساد فيه تهييج الغرائز مثل الصور الآن هذه الجنسية التي تشاع وتذاع ويتأثر بها الناس كذلك هذه الأحاديث الأحاديث التي تجري وينقلها أصحابها إلى غيرهم فيهيجون بها الغرائز ويدفعون بها إلى فعل الفاحشة الحديث فيه أمور أخرى يذكر الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث يقول إنه تثوى أبا هريرة يعني ضافه جاء إليه وسكنه سكن عنده ويثني على أبي هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أشد تشميرا على ضيفه من أبي هريرة هذا ثناء عليه رضي الله عنه كان يقوم على ضيفه ويهتم لشأنه ثم يصف هذا الرجل كيف كان أبو هريرة يقضي وقته في بيته يقول بأنه كان له سرير فكان يجلس على سريره هذا ومعه كيس ممتلئ حصن صغارا أو نوا وتحت السرير أمة سوداء له جارية صغيرة وكان هو ينبذ هذا الحصى أو هذا النوا بالتسبيح يسبح أو يذكر الله وينبذ وهكذا حتى إذا اجتمع انتهى ما في الكيس ألقى إليها الكيس فجمعته في الكيس ورفعته إليه مرة أخرى وبدأ هو يسبح ويذكر على هذا النحو وهذا دليل على الاشتغال بذكر الله كثرة الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله استمرار في خلوته مع الناس في طريقه في عمله يذكر الله على كل أحيانه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أيضا بالمناسبة فيه دليل على جواز التسبيح بواسطة استخدام وسيلة معينة كالسبحة مثلا أو غيرها لأن هذا من باب الوسائل وسيلة التسبيح على الأصابع وسيلة والتسبيح في السبحة وسيلة تسبيح بالنوى والحصى وسيلة وقد روي هذا عن غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان هذا أمرا معهودا فهذا من باب الوسائل إلا أن التسبيح على اليد وعلى الأصابع أكمل وأفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء عندما وعظهن قال وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات الإنسان في يوم القيامة تشهد عليه أطرافه تشهد عليه لسانه ويداه ورجلاه وأعضاؤه تشهد عليه بما عمل من خير أو شر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون هذا في يوم القيامة فالتسبيح على الأصابع أفضل وأكمل لكن هذا لا يمنع من أن يسبح الإنسان بوسيلة أخرى بوسيلة أخرى هذه مسألة عارضة لكن أبو هريرة يروي الحديث الآن سننتقل إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه عبر أخرى أيضا تتعلق بغير الموضوع الذي نتحدث عنه أبو هريرة كان في المسجد كان من أهل الصفة وأهل الصفة من هم؟ فقراء المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يكن لهم مأوى كانوا يؤون إلى المسجد في هذا المكان الذي يسمى الصفة هذا مأوى الفقراء وكانوا يأتون إليه ويظلون فيه ويتصدق عليهم المسلمون وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيهم في بعض الأحاين فأبو هريرة وعكا يعني مرض فتأخر عن الصفوف فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عن الفتى الدوسي هو أبو هريرة قالوا هو ذا يوعك يا رسول الله فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام وانظروا أيها الإخوة انتبهوا لهذه المسألة لا يقولن أحد إنني مشغول لا يقولن أحد إن العملي يمنعني من أن أقوم ببعض هذه الأمور الصغيرة لا تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده ما يشغله من الأمور الكثيرة ذهب يمشي حتى جاء إلى أبي هريرة فقال قولا معروفا ماذا قال له دعا له شفاك الله عافاك الله كلاما أدخل السرور على نفسه فقام أبو هريرة ومشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمشى مع الرسول عليه الصلاة والسلام رجال ونساء صفان من الرجال وصف من النساء أو العكس حتى جاءوا فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا سهوت إذا صليت فسهوت فليسبح الرجال ولتصفق النساء وهذا بيان لكيفية تنبيه المصلين للإمام إذا حصل منه سهو ما يقال له سهوت نسيت لا التصبيح سبحان الله هذه يقولها الرجال والنساء يصفق كيف يصفق هكذا لا بظهر الكف بظهر الكف تصفيقا رقيقا حتى يشعر الإمام بأنه قد حصل منه سهو ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سهى لكنه علمهم كيف يصنعون إذا حصل من الإمام سهو الرجال والنساء ثم النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عن هذا الأمر العظيم الرجل إذا دخل إلى مخدعه مع امرأته وقضى حاجته واستثر بستر الله ثم خرج بعد ذلك عند أصدقائه وبدأ يتكلم بأريحية ويذكر ما حصل بينه وبين امرأته أو قال لعل منكم من يفعله سكتوا ما قالوا شيئا وهذا السكوت دليل على أن هناك من كان يحصل منه ذلك ولكنه استحيا فالتفت إلى النساء وسألهن هل من كنا من تفعل ذلك فسكتنا أيضا لكن كانت معهم فتاة كعاب ما معنى فتاة كعاب يعني أنها بالغة برز ثدياها برز ثدياها فقامت على ركبها وارتفعت حتى يراها النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلونه وإنهن لا يفعلنه هؤلاء ما أخبرك بالحقيقة لا الرجال ولا النساء يحصل منهم ذلك الرجال يقولون هذا والنساء يقولن ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام المقولة التي ذكرناها آنفا وهي أنه شبه من يفعل ذلك بالشيطان يلقى شيطانه على قارعة الطريق فيقضي حاجته منها والناس ينظرون إليهما الذي يفعل ذلك هو كالشيطان والشيطانة عندما يلتقيان فيقضيان حاجتهما من بعضهما على قارعة الطريق والناس ينظرون إليهما وهذا فيه تأكيد على أهمية الستر حتى عن أقرب الناس وعن أخص الناس مثل هذه الأمور يجب أن تبقى سرا مغلقا لا يطلع أعلاه أحد بين الزوجين ولا يجوز أن يتحدث أحد الزوجين بما يجري بينه وبين امرأته من هذه الأمور الخاصة فيه أمور فيه أمور من أمور الحياة العامة كما أخبر عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أن امرأته كانت تسأله النفقة وتلح عليه مما أدى به إلى أن يمسكها بتلابيبها وهو ما عنده شيء يعني هذه أمور تجري للناس جميعاً لكن الأمور الخاصة التي يستحيا من ذكرها والتي أمر الشرع بسترها هذه لا يجوز أن يتحدث فيها أحد وإذا ستر الله سبحانه وتعالى عليك هذا الأمر فلا يجوز لك أن تهتك ستر الله عليك فتخبر به الناس لأن هذا كما ذكرنا فيه مفاسد عظيمة تترتب على هذا الإخبار وعلى مثل هذا الحديث ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر طيب الرجال وطيب النساء الطيب سنة الطيب سنة والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بيّن سنيته وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب ويحب الطيب ولا يرد الطيب طيب سنة وهو مشروع في كل حال يلتقي فيها المسلمون مع بعضهم في صلاة الجماعة في صلاة الجمعة في صلاة العيد في الطريق في كل مقام أن يكون الإنسان مظهره نظيفا وأن تكون رائحته طيبة ويستفاد أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تتأذى من أكل من هذه الشجرة الخبيثة البصل أو الثوم قال فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وهذا دليل على أنها تحب أيضا الرائحة الطيبة التي يحبها بنو آدم فالملائكة إذا تطيب الإنسان تحب هذه الرائحة الطيبة طيب كيف يكون طيب الرجال طيب الرجال ما خفي لونه وظهرت رائحته لا بأس تطيب الرجل بالطيب الذي له رائحة فواحة تشم لأن هذا هو المطلوب إذا دخل المسجد إذا صلى بجوار أحد من إخوانه أن يشم منه هذه الرائحة الطيبة لكن لا يتطيب بطيب يظهر لونه كالزعفران والصفرة والحمرى هذه الأصباغ هذه من شأن النساء وليست من شأن الرجال ولذلك نهي عن التطيب بالزعفران والورس أن يضعها الإنسان في ثيابه لأن هذا من شأن النساء وليس من شأن الرجال طيب المرأة المرأة على العكس طيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه يعني الرائحة تدل على صاحبها الرائحة تدل على صاحبها وطيب المرأة تطيب المرأة وزينتها يجب أن تكون لزوجها في داخل بيتها أو لنسائها لا تكون للرجال الأجانب لأن المرأة إذا خرجت وريحها تعصف لعنتها الملائك والعياذ بالله كم نرى من المخالفات في أسواقنا وفي طرقاتنا وفي وسائل نقلنا كم نرى من بعض هؤلاء النسوة هداهن الله تتطيب بالطيب الذي يجذب من يشمه من الأمتار العديدة عشرات الأمتار ربما ثم تخرج هذا مخالف لهذه الشرعة فالمرأة ريحها لو طيبها في اللون والريح يجب أن يخفى أن لا يظهر بخاصة إذا خرجت من بيتها وهذا لا يعني أنها لا تتطيب طيباً يظهر ريحه لزوجها لا ما كان في داخل بيتها هذا أمر مباح لا حرج فيه بل قد يكون أمراً مطلوباً لكن المهم فيما كان خارج البيت لا يجوز للرجل أن يتطيب بطيب يظهر لونه ولا للمرأة أن تتطيب بطيب يظهر ريحه لأن هذا والعياذ بالله مما يحرك دواعي الشيطان بين الرجال والنساء نقف عند هذا الأسئلة وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الدينار من الذهب قلت 82 غراماً لا 6 86 غراماً من الذهب وهذا يختلف سعره تعلمون أن سعر الذهب يختلف يمكن الإنسان أن يسأل الصاغة أو أن ينظر في الصحف الصحف اليومية فيها عادة ما يكون فيها ملحق يبين سعر جرام الذهب هذا مختلف يعني ليس له سعر ثابت والسؤال الثاني أيضاً يسعى ليقول كم هو بالريال السعودي هذا مختلف يختلف يزيدو وأنكس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر